استنفار لدى السلطات المغربية بسبب سفينة اسبانية تحمل مواد خطيرة مصادر مرتزقة البوليساريو يخططون لهجوم على القرقرات الوزير الاول الجزائري الجديد يجدد عداءه للمغرب الرئيس الجزائري يخاف على حياته ويلغي زيارته الى تندوف خطوة جديدة من فرنسا اتجاه المغرب هذا ما قاله وليد الرجراجي بعد الانتصار على تنزانيا تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو لكن قبل ان نبدأ ندعوك بدعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد اعربت السلطات المغربية عن قلقها من نقل النفايات والمواد الخطرة على متن سفينة واحدة مع المواد الغذائية وذلك في اطار الاتفاقيات المبرمة بين شركة ارباصير التي تسيطر على محطة معالجة هاشتو في سبت المحتلة وشركة بيراغار شركة الشحن التي تستأجر سفينة مملوكة لشركة بالياريا تنقل المواد الغذائية ووفقا لتقارير اعلامية فان شركة ارباصير هي المسؤولة عن ادارة النفايات المتولدة في سبت المحتلة ويتم ذلك في محطة معالجة هاشتو حيث يتم ضغطها واعدادها ثم ارسالها الى شبه الجزيرة الايبيرية ونظرا لعدم امتلاك الشركة لاي سفينة فقد ادطر الى التعاقد مع شركة متخصصة في نقل المواد الغذائية مما يعني انها تنقل القمامة والمواد الغذائية في نفس الوقت وبحسب المصادر فان هذه الاتفاقيات تجعل خروج النفايات والمواد الخطرة من سبت محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد حيث يمكن ان يؤدي خلط النفايات الخطرة بالمواد الغذائية الى انتشار الامراض او التلوث واضافت المصادر ان المواد الخطرة تغادر ميناء سبت مرتين في الشهر على متن سفينة لنفس الشركة التي تنقل النفايات وطالبت السلطات المغربية بضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم خلط النفايات والمواد الخطرة بالمواد الغذائية وذلك حفاظا على الصحة العامة والسلامة البيئية كشفت مصادر مطالعة عن محاولات حثيثة تقوم بها عناصر من مرتزقة البوليساريو لشن هجوم على منطقة القرقرات الواقعة على الحدود بين المغرب وموريطانيا وبحسب المصادر فان قيادة البوليساريو الانفصالية تشرف بشكل مباشر على التخطيط لهذه العملية الارهابية التي تستهدف شق طريق آمن انطلاقا من منطقة بولنوار الموريطانيا وصولا إلى القرقرات وقد تم تكليف شخصين بمهمة الاستكشاف الميداني للمنطقة وهما محمد سالم محمد لامين وبلقاصم أحميدي ويأتي هذا الهجوم المرتقب في أعقاب العملية الأمنية التي نفذها الجيش المغربي لتأمين منطقة القرقرات والتي أدت إلى تراجع مهين لميليشيات البوليساريو التي فقدت سيطرتها على المنطقة وتحاول جبهة البوليساريو من خلال هذا الهجوم التعويض عن الخسارة الكبيرة التي تلقتها ومحاولة استعادة أمل أنصارها الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت في عام 2020 العودة للحرب من طرف واحد لكن هذه الحرب لم تحقق لها أن يتقدم بل على العكس فقد أدت إلى تراجعها على جميع الجبهات جدد الوزير الأول الجزائري الجديد نذير العربوي التأكيد على تمسك بلاده بمواقفها العدائية للوحدة الترابية المغربية وذلك في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الحوار القضائي الإفريقي بالجزائر قال العربوي إن الوضع في الصحراء يتطلب مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل حشد والتضامن الدولي لدعم البوليساريو بحسب زعمه وأضاف أن البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي وأن الجزائر ستظل تدعم حقه في تقرير المصير وفق تعبيره ويأتي هذا التصريح الجديد للعربوي بعد أيام من استقباله رئيس برلمان البوليساريو وهو ما يؤكد النوايا المبيتة لهذا المسؤول الجزائري تجاه مصالح المغربي ووحدته الترابية وقد عرف الوزير الأول الجزائري إبان شغله لمنصب ممثل الجزائر بالأمم المتحدة بتصريحاته وتدخلاته على منباري المنظمة الدولية التي ظل ينافح فيها عن أطروحة البوليساريو ويؤكد على تمسك بلاده بمواقفها العدائية للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية ويؤكد هذا التصريح الجديد للعربوي استمرار الجزائر في عرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في الصحراء المغربية واستمرارها في دعم البوليساريو الإنفصالية الغى الرئيس الجزائري عبد المجيد سيارة كان مقررا أن يقوم بهائلة دوف المدينة التي تحتضن مخيمة جبهة البوليساريو الإنفصالية وقد تم تأجير الزيارة في نهاية البطاف إلى أجل غير مسمى أو بالأحرى تم إلغاؤها هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء إلغاء هذه الزيارة أولا تقع تندوف في منطقة حساسة للغاية بسبب عسكرتها المفرطة ووجود ميليشيات البوليساريو المسلحة فيها ثانيا تتمتع تندوف بشعبية كبيرة لدى جبهة البوليساريو مما يجعلها بيئة خاطرة بالنسبة للرئيس الجزائري الذي تطعان في شرعيته الأغلبية الصاحقة من الجزائرين ثالثا كان من المقرر أن يزور الرئيس الجزائري تندوف في إطار مشروع استغلال مخزون الحديد في غرج بيلات وهو مشروع غير قابل للتنفيذ لأسباب مالية ولوجستية إلغاء زيارة الرئيس الجزائري إلى تندوف يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لا يشعر بالآمان في الجزائر ولا يثق بجيشه كما أنه يشير إلى أن الأشهر الثانية عشر التي تفصله عن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون طويلة جدا بالنسبة له وتتخللها في خاخ لن يكون من السهل دائما تجنبها في آخر لحظة وفق ما كتبته لواء 360 ينتظر أن يحلى وفد أمني فرنسي رفيع المستوى بالمغرب خلال الأسابيع المقبلة في خطوة تحمل دلالات كثيرة في مقدمتها إعلان نهاية مسلسل القطيعة الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب الذي استمر شهورا طويلة وكان بوادر عودة الدفئي تعيين باريس والرباط لسفيريهما بكل من البلدين ووفق ما أوردته مغرب أنتليجونس فإن الوفد الفرنسية سيضم عددا من كبار المسؤولين من مختلف الإدارات الأمنية الفرنسية وسيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين المغاربة من بينهم عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية مثل عبد اللطيف حموشي رئيس قطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ويشمل برنامج الزيارة الرسمية بحسب المصادر تعزيز التعاون الأمني بين البلدين والذي يعطي دائما نتائج مقنعة ويتجه المغرب وفرنسا إلى وضع أوزار التوتر والبرود في العلاقات الثنائية الذي ضرب مفاصل التعاون بين البلدين وعطل مجموعة الملفات الثنائية حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في المبارة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب السلام في دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من التصنيفات الإفريقية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم الفين وستة وعشرين وعشاد وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي بالأداء الذي قدمه لعبوها في مباراة تنزانيا مؤكدا أن الفوز سيمنح الثقة لأسود الأطلس قبل خوض غماري كأس أمم إفريقيا الكودفوار الفين وثلاثة وعشرين وقال الرجراجي في تصريح تلفزي أعقب اللقاء تنزانيا لديها منتخب جيد وليس من السهل أن تفوز عليها داخل ميدانه من الجيد أن نبدأ المباراة الأولى في التصفية بالانتصار خصوصا وأنه خارج أردنا وأرضف من الجيد تحقيق هذه النتيجة قبل كأس أمم إفريقيا هذا سيعطينا الثقة لكن الآن بدأت التصفيات هنئا للعبي فريقي الذين قاتلوا في ظل أجواء ليست بالسهلة عليهم لكنهم فهموا بأنه لا توجد مباراة سهلة وتابع ليس من السهل أن تضيع ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة وتابع ليس من السهل أن تضيع ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة لأنه من الممكن أن يدخل الشك للمجموعة وهذا ما حدث لكن اللاعبين حافظوا على الهدوء وهذا ما يؤكد أنهم يتوفرون على الخبرة مواجهة صعبة تلك التي تنتظر عناصر المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة عقب تأهولهم التاريخي إلى ربعي نهائي بطولة كأس العالم إثر تغلبهم أمس الثلاثاء على المنتخب الإيراني بضربات الترجيح ظروف مونديال إندونيسيا وضعت أشبال المدرب الوطني سعي تشيبا في مواجهة جديدة مع المنتخب المالي الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى دوري الربع عقب سحقه للمنتخب المكسيكي بخمسة أهداف دون رد ومعلوم أن المنتخب المالي سيحاول خلال هذه المواجهة الإفريقية الخالصة الثأر لهزيمته بركلات الترجيح أمام المنتخب المغربي خلال آخر مواجهة بين المنتخبين أجريت شهر يونيو الماضي بالجزائر برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وفي مقابل ذلك يسعى أبناء المدرب سعيد شيبا إلى تكريس الصحوة الكبيرة التي تعيش على وقعها كرة القدم المغربية حيث يحدوهم بلغ أبعاد نقطة في مشوار المونديال خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين بإمكانيات عالية ورغبة جامحة في تكرار سيناريو مونديال قطر الأخير الذي دون فيه الأسود أجمل القصص الكروية بأقدام مغربية وإلى هنا عزاء المشاهدين تنتهي هذه النشر الإخبارية فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد أخبار المغرب ونراكم في النشر القادم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة